اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البنك المركزي انه سيحلل تيسير الكمية من 85 مليار الى 80 ولا 70 بعد اسبوعين يكون في هناك خيبة الامل مثل الـ manufacturing ISM اللي هو مؤشر القطاع الصناعي نحن نعتقد انه شوفي يعني بكرة يمكن اذا رقم مراحيزي اكتر من 150 ولا 170 الف يمكن سيقنع في عدد الوظائف يمكن انه سيقنع السوق انه يمكن انه البنك المركزي سيكون سيكون له قناع ولا سيقتنع بعد شهر 8 انه يمكن ان يقلل هذا الداخل السيولة ولكن نحن لا نعتقد ذلك نعتقد انه لن يكون هناك تغيير في التيسير الكمي حتى الى شهر واحد ولا شهر اثنين لماذا؟ لانه معظم مصدر القوة الذي يأتي في الاسواق المالية يأتي من the private sector من القطاع الخاص لانه كما نعرف القطاع public ولا القطاع الذي تعلق بالحكومة متعلق جدا بال sequestration ولا الهاوية المالية التي تجبر النفقات تنخفض في القطاع الحكومي فكله صار يتكل على القطاع الخاص وهذا يتكل على سوق المال والبورصة وسوق المال ينتظر عذر ولا excuse من انه ينزل ولا من انه يستريح هنا سؤالي أشرف هل الاسواق عم تتراجع تخوفا من موضوع التيسير الكمي ام عم تنتظر اي عدد للتصحيح بعد الارتفاعات الى المستويات القياسية وبالتالي هل انت تتوقع المزيد من التصحيح لقد مضت الاسواق 52 اسبوع بدون ما نزلت 10% من 10% من اعلى نقطة يعني الاسواق طلعت سواء كان الفوتسي ولا الداوت جونز ولا الداكس واخر مرة اخر مرة انه كان فيها يعني اداء كتير قوي بدون نزول من اكتر من 10% كانت كمان 52 اسبوع فالان بدهم اي عذر من شان بياخدوا راحة بياخدوا استراحة مجرد شكوك عن تيسير الكمي نحن انه يمكن انه نرى سيكون في خسائر حوالي 7% 800 التي يمكن انه تستغرق بشهر 6 كل الناس عارفين انه شهر 5 هو شعر الخروج وجاني الارباح يمكن راح تصير في شهر 6 والعذر القوي اللي راح يعطي شكوك يعني هو الفيدرال ريزيرف يعني ديسيجن بنك المركزي انه يمكن بين برنانكي انه يمكن انه سيقوي الكلام في وجهة نظر الاقتصاد يمكن يعطي لمحة ولا اكسكيوس ولا عذر للأسواق انه يقولوا ربما انه سيقلصون في التيثير الكمي بعد شهر 19 انا نقول لك لارا لا اعتقد انه سيكون هناك اي تغيير قبل شهر 2 ولا شهر 3 في اشي كتير مهم عندك اسعار الفائدة اللي هي على المدى البعيد التي تتحكم بسوء العقار العوائد بالسندات يعني عم تطلع عم تطلع لانه فيه هناك شكوك انه سيخفضون التيسير الكمي ولانه فيه هناك بعد البيانات يعني اللي فيها شوية قوة اتصوري اذا فعلا سيقلصون التيسير الكمي الاسعار الفائدة هاي رح تطلع زيادة عن اللزوم وذلك بالضبط انه اوباما مش عايزين يساوه مش عايزين لا يريدون الاستئناف ولا لا يريدون انه يرون المزيد من الارتداد في الاسعار الفائدة على المدى قوي اشرف لننتقل الى موضوع اخر لننتقل الى اليورو ما هي التوقعات هناك نحن بانتظار اليوم اجتماع البنك المركزي الاوروبي باخر اجتماع رأينا تخفيض لأسعار الفائدة الى مستويات قياسية متدنية ولكن بنفس الوقت دراقي قال بانه البنك المركزي مستعد لاخذ اي اجراءات اضافية لدعم النمو ما زلنا نتحدث عن رقود في منطقة اليوم يعني لا نتوقع تخفيض اضافي لأسعار الفائدة ولكن هل نتوقع اي اجراءات اضافية او حتى تلميح لهذه الاجراءات والمسلسل الاوروبي سينتهي موراء البحار وهو الى مدى اعطاء التلميحات للاسواق انه سينيور ماريو دراقي سيدعى الباب مفتوح الى المزيد من تخفيض اسعار الفائدة وهذا هو بالضبط الذي سيعمله سيتكلم انه تضخم المال الان 1.2 1.3 كتير اقل من المستهدف ال 2 ويقول انه نحن غير مبسوطين عن البطء فهذا سيتم ترجمته من الاسواق انه يمكن ان يكون هناك المزيد من خفض اسعار الفائدة لا يكون هناك فعلا التخفيض الفائدة اليوم ولكن انه سيدعون الباب مفتوح ومن الاسباب العديدة الذي سيعمل ذلك انه اذا لن يفعل ذلك واذا يقول انه فيه تحسن قوي شو سيصير اليورو سيطلع اكتر مزياد على اللزوم ولن يساعد الاسبورتر اللي هم الصدرات في المانيا ولذلك ما زال فرصة استغلال فرصة بيع اليورو على دولار 31.50 دولار 31.60 مجددا نحو دولار 29.80 لانه متوسط المية يوم ووسط المية اسبوع قوة تقوة يعني تقوة ريزيستنس ولا سقف الذي لا يمكن ان نرى اختراؤه اخيرا وباختصال انتهى وقتنا اجتماع بنك انجليترا ايضا مدى نتوقع اخر اجتماع لميرفين كينغ هل تقع اي تغييرات بسياسة بنك انجليترا مع السلام كارني لن يكون هناك تغييرات ولكن انه نعتقد انه بعد 14 و 15 كارني سيقدم شيء جديد ويقول انه لن نستهدف الا تضخم المالي ولكن نستهدف اي شيء تاني الذي يعطينا المجال من المزيد من التيسير الكمي لانه لن يتم هناك تغيير الكمي لمدة 11 11 شهر ونعتقد انه الباوند ما زاله فرصة البيع على حوالي 55 دولار 55 ولا دولار 56 اشرف شكرا جزيلا لك بتمنى ما تطوي للغيبة لانه حسب معرفته ايضا اخر ظهور لك قبل الدواج بعد الف مبروك شكرا اشرف العيدي كبير استراتيجي الاسواق لدى سيتي اندكس مشاهدين فاصل قصير نتابع من بعده ايضا في الاسواق العربية تراجع المخزونات الامريكية يدعم اسعار النفط